ينضم إلينا من كييف ورسلنا عامر العروقي ومن موسكو مرسلتنا أريج محمد سأبدأ بداية مع عامر عامر يعني تطورات كبيرة لكن بخموت هذه الأنباء عن تراجع القوات الأوكرانية انحسارها وقوة الضربات الروسية كيف تلقي بضلالها هناك على الجانب الأوكراني نعم ماجد هناك تضارب في المعلومات حول مصير مدينة بخموت الجانب الأوكراني ينفي سيطرة الجانب الروسي على ما يقارب من 80% من مساحة هذه المدينة ولكن يرى مراقبون بأن الجيش الروسي تمكن من السيطرة عن ما يفوق من 70% من المدينة وأن الجيش الأوكراني ربما انسحب تكتيكيا إلى المناطق الغربية خاصة وأن بيانات الاستخبارات البريطانية تقول بأن المعارك ما زالت مستمرة جنوب هذه البلدة وأيضا في جنوب غرب هذه البلدة لكن القوات الأوكرانية ما زالت تحتفظ بمواقعها غربي هذه المدينة وهذا ما يؤكده أيضا وتؤكده عفوا بيانات الأركان العامة للقوات الأوكرانية بأنها قالت أنها صدت ما يقارب من 48 هجوما في كل محور الشرق ووصفت أن مدينة بخمود ما زالت هي بؤرة الصراع في هذه المنطقة وخلال اليوم السابق صدت ما يقارب من 48 هجوما روسيا شن على كل من مدينة ليمان وأيضا بخمود وشيختار وكذلك الحال بالنسبة لمدينة أفديفكا التي يقول البيان بأنها نبما تواجه نفس المصير التي تواجهه مدينة بخمود لكن إلى حد هذه اللحظة بناء على معلومات المخابرات البريطانية إلى حد هذه اللحظة لم يعلن مصدر مسؤول من الجانب الأوكراني بأن الجيش الأوكراني قد انسحب أو اضطر للانسحاب من مدينة بخمود خاصة بعدما تم تنسيق ما بين القوات النظامية ومجموعات فاغنر في هذه المدينة أريد سيدها بلكي طبعا هناك أنباء عن تحسن هذه العلاقة بين جانب الجيش الروسي وقوات فاغنر في بخمود ما انعكس إيجابا على المعارف ما طبيعة هذا التحسين في الأداء والكريملين كيف يتطرق له حقيقة ماجد طبعا الكريملين لا يتطرق إلى الخلافات أو العلاقات الإيجابية بين شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ومنظومة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الروسية الرسمية طبعا هذه العلاقات كانت قد كشفت عنها ربما أو كشفت عنها في جوزء منها تصريحات ليفغيني بريغوجون في الفترة السابقة التي انتقد من خلالها طبعا التنسيق بين مختلف أجزاء وزارة الدفاع الروسية ولسيما فيما يتعلق بامدادات قواته ومقاتليها التي قاتلت على امتداد الأشهر الماضية في منطقة بخمود لكن هذه طبعا الانتقادات وحدتها وهذه التصريحات ربما خفت في الفترة الأخيرة خصوصا مع تضمن بيانات وزارة الدفاع الروسية بشكل يومي لتطورات بخمود والتي باتت تنسبها طبعا تنسب هذه التطورات إلى عناصر شركة فاغنر التي تقاتل في تلك النواحي وتتحدث الوزارة بشكل يومي اليوم في الفترة الأخيرة عن إسناد بيئة المدفعية وبالقوات الجوية الروسية لتحركات عناصر فاغنر في تلك النواحي على صعيد المواقف الروسية طبعا إن كنا سنعود إلى شركة فاغنر بما تتحدث عنه من بخمود ينفي بريجوجن حتى الآن القيام بتطويق كامل لمنطقة بخمود هو يتحدث عن سيطرة على 80% بالفعل من مساحة هذه المنطقة لكن دائما يقول ويتحدث عن أن العمليات القتالية ما زالت ضارية وما زالت مستمرة على طريق إبعاد القوات الأوكرانية وما تبقى منها إلى الأجزاء الغربية من موسكو مراسلتنا أريج محمد منكي مراسلنا عامر العروقي شكرا جزيلا لكم